عشية الذكرى السنوية الأولى لتفجير المرفأ فلتسقط كل الحصانات والحمايات ولتأخذ في دربها كل عرائد العار ولينتصر ولو لمرة دم الأباء والأمهات والشابات والشباب والأطفال الشهداء على دجل السياسيين الفارين من وجه العدالة عشية الذكرى السنوية الأولى للكارثة التي هزت العالم فليصوت مجلس النواب الآن الآن وليس غدا لصالح رفع الحصانات حتى يستكمل المحقق العدلي المسار الذي انطلق وتنقذ العدالة من فم تنين السياسة عشية الذكرى السنوية الأولى للمشاهدات التي أبكت العيون وأدمت القلوب فلتفضح كل شخصية سياسية تستغل الألم وليكشف كل حزب أو تيار يتاجر بالدم فتاريخ الدجل معروف وحاضره واضح أما مستقبله فرهن إرادة الناس عشية الذكرى لن نقول أكثر فرئيس البلاد يطل على اللبنانيات واللبنانيين في تمام الثامنة برسالة سيقول فيها الكثير أما الرسالة الحكومية قبل يومين من الزيارة المقبلة لرئيس الحكومة المكلف لبعبدها فأوجزتها مصادر مطلع عبر الأوتي في بالتشديد على أن اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزرية لا يستجيب فقط للمبادرات الفرنسية التي وافقت عليها كل الأطراف في لقاء قصر السنوبر الشهير بل يهدف في الأساس إلى عدم تكريس أعراف جديدة مخالفة للدستور عبر تخصيص حقائب معينة لطوائف ومذاهب معينة ما يؤثر سلبا على الميثقية ويدرب الشراكة الوطنية ويتناقض مع الفقر أليف من المادة الخامسة والتسعين من الدستور التي تشدد على تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة تماما كما يحول دون المساواة بين الناس وذكرت المصادر المطلعة عبر الأوتي في أن وثيقة الوفاق الوطني لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والمذاهب ولفتت المصادر عينها إلى أن ما حصل خلال السنوات الأخيرة من تقصيص حقيبة وزرية أو أكثر لمكون أو أكثر أحدث حالات تتناقض ومبدأ التوازن الوطني ما سبب خلافات سياسية أعاقت في أحيان كثيرة عمليات تشكيل الحكومات ومن غير الجائز أن يستمر هذا الخلل ختمت المصادر المطلعة عبر الأوتي في ترجمة نانسي قنقر